اهلا بكم الى مجزا لأهم الانباء يشارك وزير الخارجي الجزائري رمطال عمامر بنيورك على رأس وفد هام في اشغال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم الثلاثاء ومن المنتظر ان يعقد رئيس ديبلوماسيا الجزائرية محادثات مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو كوتريش ومع اطارات سامية اخرى بالمنظمة وكذا مع العديد من نظرائه المشاركين في اشغال هذه الدورة التي تأتي في ظرف يتميز بتوترات خطيرة في العلاقات الدولية في ذل الحرب في اوكرانيا والعكسات جائحة كوفيد 19 ومن المرتقب ان دعقد خلال الدورة عيدة اجتماعات رفيعة المستوى حول اهم القضايا الراهنة في مجال السلم والامن والحوكمة والتنمية المستدامة تستجوب النيابة العامة تونسية ظهر اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي ظهر الاثنين امامها مع نائبه رئيس الحكومة الاسبق علي العريض للتحقيق معهما في تهم تتعلق بتصفير جهاديين من تونس الى سوريا والعراق ونقلت وسائل اعلام عن وكيل الدفاع عن الغنوشي المحام ساميرديل قوله ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب لم تستمع الى الغنوشي وقررت تأجيل استنطاقه الى ظهر الثلاثاء بينما قررت التحفظ على العرية لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات دعا البنك الدولي في تقرير نشر الاثنين دول الساحل الخمس مالي والنيجر وبوركينفاسو والتشاد وموريتانيا دعاها الى تسريع وطيرة اصلاحاتها الهيكلية لتنويع اقتصاداتها بهدف الحد من تدعية التغير المناخي وحذر البنك في تقريره من ان التغير المناخي يفاقم التوترات في دول الساحل وان المنطقة هي احدى اكثر مناطق العالم عرضة للجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحرارة والاثار الاخرى المرتبطة بالتغير المناخي مشيرا الى ان التقديرات هي ان تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين بحلول العام الفين واربعين وقال تلفزيون المحلي الرسمي ان عقوبة الاعدام الغيت تماما في جمهورية غيني الاستوائية مشيرا الى ان رئيس الجمهورية وقع قانون العقوبات الجديد المتضمن هذا التعديل بينما نشر نائب الرئيس على حسابه في موقع تويتر نص القانون الجديد الذي سبق وان اقره البرلمان وسيدخل حيز التنفيذ خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بحسب دستور البلاد دعا وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكين الى ارساء سلام مستدام بين ارمينيا واذرابيجان جاء ذلك عقب لقاء جمع وزيري خارجية البلدين في نيويورك عشية انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة ويعتبر هذا اللقاء الاول من نوعه منذ الاشتباكات الحدودية الاخيرة بين البلدين واكد بلينكين ان التواصل الى التزام ديبروماسي قوي ومستدام هو السبيل الافضل للجميع حسب قوله قال الجيش البريطاني الثلاثاء ان اسطول البحر الاسود الروسي نقل بعض غواصاته من ميناء سيفسدوبول في شبه جزيرة القرم الى نوفوروتيسك بجنوب روسيا وذكرت وزارة دفاع على تويتر ان عملية النقل ترجع على الارجح الى التغير في المستوى التهديد او في مستوى التهديد الامني المحلي في الاونات الاخيرة في مواجهة زيادة القدرة الهجومية بعيدة المدى لاوكرانيا هذا واطلقت القوات الاوكرانية اليوم اربعة صواريخ هيمارس امريكية الصنع على مدينة شيفسك في لوغانسك حسب بيان صادر عن المكتب التمثيلي بالاقليم للمركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف اطلاق النار ختم الموجز للمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة اسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية الى اللقاء اشتركوا في القناة